اشتركوا في القناة يعني كان في لحظة بسرعة انا مش في مصر انا في الامم المتحدة يعني كان حيفلت منه زمام فتدرك الامر والشعوب الارض المحبة للسلام الخطة طبعا كان فيها حاجات زادت ثقة الناس اولا برئيسهم وشافوا فيه احنا عارفين طبعا ده رجل مخابرات وقائد عسكري وإلى آخر عارفين يعني ان شخصي اجام داعني انما كان بيظهره من عواطف كان وبيلقى قبول كبير لدى الناس انا خوفني انا شخصين انه يطلع في الامم المتحدة يقول اقول تاني او يعني اللازمات المعتادة دي انا ما فوجئت الحقيقة باهم فكان خطاب موفق لغاية ويمكن هو اهم خطاب لي في الامم المتحدة او لما يرجع هيكلمنا باللغة بتاعت الامم المتحدة ولا هيرجع للغة العطفية والله انا ارجو ان يستنى عن لغة الامم المتحدة الناس طبعا تحب ممكن اللغة العطفية هو شايف نية دي اللي احنا بنفهمها وبتأثر فينا انا ما على اي حال لما شفنا الوجه التاني بقى عجبنا برده يختار اللغة اللي تعجبه بقى فالنما المهم يقدي الأداء اللي يعجبنا مش الكلام اللي يقول لنا الكلام اللي يعجبنا اشتركوا في القناة